اهلا ومرحبا بكم نهار اليوم كانت الاجواء صيفية معتدلة في اغلب مناطق المملكة وكانت درجات الحرارة في عمان حوالي 26 درجة مئوية وايضا ظهرت غيوم منخفضة في العديد من المناطق والان الاجواء لطيفة مع 21 درجة مئوية والاجواء تكون صافية خلال هذه الليلة تنخفض الى 15 درجة والاجواء ايضا تكون لطيفة ورطبة في العديد من مناطق المملكة وتكون مائلة للبرودة فوق المناطق الجبلية يكون هناك تواجد لبعض الغيوم المتفرقة وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة درجات الحرارة المتوقعة خلال نهار الغد ترتفع طفيف هو ارتفاع طفيف ويصل الى 27 درجة مئوية لكن تبقى درجات الحرارة دون المعدلات لمثل هذا الوقت من العام الاجواء تكون غالبا صافية وحركة الرياح شمالية غربية عموما والان مع درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة وايضا لنهار الغد في خليج العقبة هذه الليلة 25 درجة مئوية في وادي رم غدا 33 درجة والعقبة حوالي 37 مئوية هذه الليلة في رأس النقب 15 وفي معان 17 درجة مئوية والاجواء صافية كما نشاهد غدا في معان حوالي 31 درجة وفي رأس النقب 29 مئوية الطفيلة حوالي 17 درجة وفي الرشادية 12 لهذه الليلة وغدا ترتفع الى 24 درجة الشوبك حوالي 26 والبترة حوالي 27 مئوية نكمل درجات الحرارة في الكرك 16 درجة في وادي الموجب 22 درجة مئوية والاجواء غدا تكون حارة نسبيا في الاغوار مع 37 درجة مئوية في الكرك حوالي 28 وفي مادبة خلال هذه الليلة تسجل 14 درجة مئوية لترتفع غدا الى 30 درجة وفي مطار الملك علياء حوالي 29 مئوية في غرب عمان 15 وفي شرق عمان حوالي 17 درجة مئوية لترتفع غدا الى 29 وفي مرج الحمام حوالي 27 مئوية السلط 14 كذلك الامر في الفحيس وغدا تكون حوالي 28 في السويلح وفي الزرقاء حوالي 30 درجة مئوية في عجلون 15 وتواجد خفيف لبعض الغيوم وغدا حوالي 28 درجة مئوية وفي اربط 15 لهذه الليلة ورأس منيف 13 وترتفع غدا الى 26 وفي اربط حوالي 28 مئوية بالانتقال الى محافظة جرش هذه الليلة 15 درجة كذلك الامر في المفرق وترتفع غدا درجات الحرارة لتصل الى 28 درجة في هاتين المنطقتين نكمل الى المناطق الشرقية هذه الليلة في الازرق هي حوالي 18 مئوية لترتفع غدا الى 33 والاجواء هناك تكون صافية الرويشد 19 كذلك الامر في الصفاوي وغدا حوالي 33 درجة في حين في الرويشد تكون حوالي 35 درجة مئوية الجفر ما بين 19 الى 32 درجة اذا بالحديث مجددا عن نهار الغد ترتفع درجات الحرارة قليلا لكن تبقى دون المعدلات لمثل هذا الوقت من العام بحيث تكون العظمى حوالي 27 درجة مئوية والاجواء تكون صيفية معتدلة في اغلب مناطق المملكة وتكون حارة رسبيا في كل من الاغوار والبحر الميت وخليج العقبة ليومي السبت والاحد هناك ارتفاع درجات الحرارة وتبقى الاجواء معتدلة في اغلب مناطق المملكة وليلا تكون لطيفة مع 16 درجة واليوم الاحد حوالي 14 درجة مئوية انتهت النشرة على امل اللقاء بكم غدا بنفس الوقت الى اللقاء اشتركوا في القناة